بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نتحدث في هذه الحلقة من برنامجكم برنامج فقه الاقتصاد الإسلامي حول الشركات ودورها في الاقتصاد على مستوى الدولة وعلى مستوى الأفراد الشركات أولى لها الإسلام عناية قصوى يكفي أن نقرأ لحضراتكم هذا الحديث الثابت وهو حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى حيث يقول الله سبحانه وتعالى أنا ثالث الشريكين الله أكبر أنا يعني رب العالمين يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه وهذا قمة التشجيع في الإسلام للمسلمين أن يتشاركوا فيما بينهم ولكن بشروط مهمة على رأسها ألا يخون أحدهما الآخر لأن إذا خان أحدهما الآخر رب العالمين يرفع البركة ويدخل حينئذ الشيطان بينهما ولخطورة الخيانة بين الشركاء ركز القرآن الكريم أيضا على هذه المسألة فقال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا فمجال الخيانة ومجال الظلم في الشركات يبدو مجال واسع فلذلك تحتاج الشركات إلى الضبط وإلى الربط وإلى العناية وإلى اللوائح وإلى القوانين وإلى الرقابات المتعددة الشركة في الإسلام أبوابها واسعة عندنا في أول نوع من نوع الشركة تسمى شركة الملك وهي تتحقق حينما يشتري الإنسان مع صاحبه عقارا أو سيارة أو أي شيء أصبح المشترون لهذا العقار المشترك يسمى شركة الملك وفي القانون يسمى هذا النوع بالمناسبة في القانون بملكية الشيوع وعندنا أيضا نوع ثاني يسمى شركة الإباحة وهو الناس وفي الرواية الثابتة المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار هذه حقيقة الأمور العامة التي هي الأمة كلها مشتركة فيها عندنا بعد ذلك وهو المقصود حقيقة بحلقتنا هذه شركات العقد التي تتم هذه الشركات من خلال التعاقد بين الطرفين لتحقيق الأرباح هذه الشركات في الشريعة الإسلامية لها أنواع كثيرة جدا عندنا شركة الأموال التي يكون فيها الناس الشركاء بالمال كل واحد يقدم شيء من المال ويشتركون في الإدارة وهذا طبعا لها نوعان شركة العنان وشركة المفاوضة شركة العنان حينما يكون الجميع يعملون ويديرون دون الحاجة إلى المساواة في الإدارة وفي النسبة وفي إلى آخرها بينما شركة المفاوضة وبخاصة عند الحنافية لها بعض الشروط الخاصة في هذا المجال لكنها كلها داخل في دائرة شركة الأموال أي شراكة بالمال هذا النوع الأول النوع الثاني من أنواع شركات العقد الشركات حقيقي يسمون شركة الصنايع شركة الأعمال فهذه شراكة تكون بالأفكار شركة المحامين شركة المؤلفين شركة الصنايع شركة العمال دول أيضا يشتركون فيما بينهم وهذا أعدل يعني مثلا سوق فيها حوالي عشرين فيها حوالي عشرين عامل مثلا فيشتركون يقول يا أخي الكريم بدل ما أنا أنافسك وأنت تنافسنا وأنت تنافسني نحن نشترك ونضع صندوق كل ما يجينا من الخير نخليه في هذه في هذا الصندوق ثم في آخر اليوم نوزع فيما بيننا بالتساوي مثلا هذا يسمون شركة العمال شركة الصنايع شركة الأعمال المحامين باب واسع جدا عندنا نوع آخر وهم من أهم الأنواع وهي الشركة جامعة بين المال والخضرة وهذا تبعا أيضا تتفرع منها عدة شركات عندنا شركة المضاربة إن كان محل الشركة نقودا يعني مثلا أنا رب المال أعطي لي زيت مالا فأنا رب المال وهو مضارب فيسمى مضاربة وعندنا أيضا مساقات إذا كان محل العمل هو سقي الأشجار أو سقي الأرض فهذا يسمون مساقات وإذا كانت العملية الزرع يسمى مزارعة وإذا كانت العملية غرس الأشجار يسمى مغارسة وأنا أضفت إليها شيء آخر وهو إذا كانت الإدارة للمصنع أدخلتها في ضمن هذه المشاركة يسمون مصانعة يعني مثلا أنت عندك خبرة في إدارة مصنع وأنا عندي مصنع فأعطيك المصنع وأتقول يا أخي أدري لهذا المصنع بنسبة 5% من الأرباح 10% 50% من الأرباح هذه حقيقة بالنسبة للشركات في الفقه الإسلامي وهي تغطي كل الجوانب يعني ما في جانب نشاط اقتصادي إلا والشركات في الفقه الإسلامي تغطي هذه الجوانب في القانون حقيقة القانون قسموا الشركات إلى شركات مدنية وإلى شركات تجارية شركات المدنية المرجعية فيها عند الاختلاف هي قضايا المحاكم المدنية وأعمالهم ليست تجارية ليست تجارية وإنما أعمال مدنية مشاركة ولكنها ليست مشاركة على مستوى التجارة لكن إذا صارت القضية التجارة والمرجعية فيها القضاء التجاري أي القانون التجاري تسمى شركات تجارية هذه الشركات التجارية في القانون تقسم إلى قسمين شركات الأموال وشركات الأشخاص شركات الأموال ثلاثة أقسام عندنا الشركة المساهمة العامة التي تكتتب وتطرح أسمها للمواطنين والمقيمين فهذا يسمون شركات مساهمة عامة ولها شخصية اعتبارية ولها قيمة ولها أهمية كبرى وعادة هذه الشركات لها خصوصية والقوانين تولي لها عناية لأنها عادة تجمع فيها مبالغ كبيرة جدا بعد ذلك عندنا شركات مساهمة خاصة هذه الشركات المساهمة الخاصة نوعان شركات مساهمة يعني كبيرة يتكون من 20 شخص وممكن شركات أخرى تتكون من شخص واحد اليوم في القانون أو من شخصين فهذه يسمون شركات المساهمة مساهمة خاصة أو مساهمة فردية عندنا بعد ذلك نوع من الشركة التي ليست قانونية وإنما فيما بين الأطراف هذه الشركة يعني واحد زيد مع عبيد يتفقون فيما بينهم ليس لها وجود قانوني وإنما وجود شخص فيما بينهم أما شركات الأشخاص وعندنا بالمناسبة بالإضافة إلى هذا الجانب في شركات الأموال عندنا نوع آخر من شركات الأموال وهي ما يسمى بشركات التوصية أو شركة التوصية بالأسهم يعني تتكون من نوعين تتكون من شركة المساهمة جزء منها قسم منها مساهمون والقسم الآخر يعني ضامنون وهذا طبعا يدخل يعني حسب الأولوية هل تدخل في شركات الأموال أو تدخل في شركات الأشخاص حسب يعني العقد والنظام الذي ينظم هذه الشركة النوع الثاني من شركات الأشخاص هي عندنا شركات التضامن وهي الشركات يكون الشركاء متضامنين طبعا في شركات المساهمة الضمان يكون على مقدار الرأس المال وما يسمى المساهمة المسؤولية محدودة يعني في شركات المساهمة الآمة والمساهمة الخاصة يعني تكون المسؤولية محدودة ولكن في شركات التضامن المسؤولية ليست محدودة تشمل أموال الشركة وأموال المساهمين وفيها مخاطر كبيرة عادة شركات التضامن لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الشركات العائلية الكبرى التي قد نجدها في بعض الدول بعد ذلك عندنا الشركة فيها التضامن الأصل شركة تضامنية ولكن هذه الشركة التضامنية تعطي المجال للمساهمين العاديين يعني فلنفض الشركة تتكون من 100 مليون ريال مثلا تضامني فيما بين 10 شركاء يفتحون المجال لقسم للمساهمين فهذا يسمون أيضا شركة تضامنية وفي نفس الوقت فيها جانب يسمون توصية بالأسهم أيضا تطلق عليه هذه الكلمة التوصية بالأسهم هذا حقيقة أهم أنواع الشركات التي هي موجودة في القوانين على أي حال هذه الشركات الآن بصراحة وصلت إلى مرحلة يسمون شركات عملاقة وشركات العابرة للقارات وشركات القابضة التي لها عدد كبير من هذه الشركات اليوم العالم اليوم عالم الرأسمالي بالذات يقوم على فكرة هذه الشركات الكبرى وهي التي مع الأسف الشديد تتحكم يعني حتى البورصات العالمية بالمناسبة هي شركات مساهمة التي تتحكم في العالم وهي فيها أكبر قدر ممكن من الأموال فلذلك الشركات المساهمة وبخاصة الشركات الكبيرة أو العملاقة أو الشركات التي تسمى العابرة للقارات التي توجد في معظم العالم فهذه الشركات تتحكم طبعا هذه الشركات في نظر الإسلام كما يعني معلوم على ثلاثة أنواع شركات ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية فهذه جائزة بل كما قلت مطلوبة وهناك شركات مخالفة لشلع الله نشاطها محرم نشاط ربوي نشاط في محرمات أخرى فهذا طبعا لا يجلس إنشاؤها ولا المساهمة في شراء أسمها وهناك شركات مختلطة يعني أصل النشاط حلال ولكن قد تتعامل بشيء بسيط من المحرمات هذا بإجازة شديد حول هذه الشركات ولكن التفصيل بالتأكيد في هذا العالم يحتاج إلى مزيد من التأصيل والتفصيل موسيقى 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 في النهاية أو بخلص الأسعار بالسوق أو يصير عندنا التضخم يصير عندنا في البلد الشركات العربية بتلاقيها أضعف يعني من ناحية بتاعت خيارات بتاعت تمويل من ناحية بتاعت أكسس للريسورس أفضل لكن بنلاحظ إنه الحاجة دي الفجوة هنا بدت تقيل شوية وبيجي عندهم ببيلقوا ريسورس أحسن من ناحية بتاعت موظفين من ناحية بتاعت حتى تمويلات فده بيخليهم بيجا ينافسوا حتى في السوق العالمي بالنسبة للشركات الأقوى حالياً على الأرض الواقع اللي بتشتغل أكتر عن طريق الإنترنت والبرامج وكده كل واحد كل ما كان ليك برنامج وليك أرضية كويسة بالعكس بتنجح أكتر والنهاردة اللي ما بيشتغلش عن طريق النيت ما بينجحش بصراحة أكيد الشركات العربية أكيد إن شاء الله مع الأيام بيسير إلى قدر كبير زي الشركات الأجنبية لو لاحظنا اليوم اقتصاد في كثير من الدول المغرب بلدان شمال إفريقيا ككل حتى هون إن شاء الله بالخليش الشركات العربية دائما في نمو في تقدم متطور في عنا يد عاملة فيه أدمغة عربية يعني وصلنا يمكن معنا نقدر معنا يمكن بعد عشرة عشرين ثلاثين سنة يمكن نخلط المستوى العالمي إن شاء الله حقيقة الشركات لها دور كبير جدا في الاقتصاد العالمي وفي الاقتصاد الكلي كما يسمون لصالح الدولة وفي الاقتصاد الجزئي فالشركات لها دور في تخفيف البطالة بلا شك لأن هذه الشركات هي تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين والإداريين والعمال وبتالي كلما ازداد عدد الشركات كلما ساهمت هذه الشركات في تقليل البطالة وإذا ساهمت هذه الشركات في تقليل البطالة هذا يعني أيضا في تخفيف الفقر كذلك هذه الشركات حقيقة تساهم مساهمة فعالة في قضية التضخم لأن الشركات هي الإدارة الحقيقية والدورة الاقتصادية الحقيقية إنما تتحقق بعمال الشركات وليس بعمال التمويل بشكل كبير يعني البنوك صحيح تساهم في التمويل والتمويل بالتأكيد له دور إلى حد ما ولكن الدور الأساسي للتنمية وكذلك للدورة الاقتصادية الحقيقية هي الشركات بجميع أنواعها وبخاصة يعني إذا قارننا الشركات قارننا بينها وبين البنوك التقليدية التي تعطي القروض القروض حقيقة لا تساعد مباشرة في تحقيق التنمية والدورة الاقتصادية بل القروض يترتب عليها فوائد والفوائد تكون عبئاً على المجتمع وعلى المنتج وعلى المستهلك بينما الشركة تحقق أرباح الشركة حينما توزي أرباح توزي أرباحاً ناتجة من صناعة أشياء أو من إدارة أشياء أو من التجارة أو من الزراعة أو من السياحة فبتالي هي التي تضيف إلينا ما يسمى في الاقتصاد بالقيمة المضافة فالشركات فعلاً تحقق القيمة المضافة والشركات فعلاً أرباحها ليست عبئاً على أي حد بل إضافة جيدة إلى الاقتصاد الكل وإلى الاقتصاد الجزئي وبخاصة الآن إذا اتجهنا نحو الشركات الصغيرة كما يسمون والمشروعات الصغيرة مايكروفايننس فهذا حقيقة لها دور حتى إن بعض الاقتصاديين الأمريكان يقولون إن أمريكا استطاعت أن تحقق النمو الجيد بعد الكساد الكبير كما يسمون الكساد العظيم عام 1929 ونهضت أمريكا من خلال المشروع الذي قدمه كينز وهو مشروع قائم على أن تكون الفائدة زيرو دون فائدة وأن تعتمد أمريكا في البداية على المشروعات والمشاركات الصغيرة ثم المتوسطة ثم الكبيرة لذلك نحن عالمنا اليوم في أشد الحاجة إلى تطوير هذه الشركات بجميع أنواعها صعام كانت تتعلق بالصناعة تتعلق بالزراعة تتعلق بالتمويل تتعلق بالتأجير تتعلق بالارتكارات في كل مجالات الحياة اليوم لا يستطيع الإنسان وحده أن يحقق هذه الخيرات أو أن يتكفل وحده بتحقيق التنمية فالتنمية أمر جماعي والشراكة هي الأساس في تحقيق التنمية وفي تخفيف البطالة والتضخم والفقر وغير ذلك من المشاكل التي تحدث في العالم الاقتصادي بالنسبة سؤال ورد حول أفضلية أي شركة كل شركة حقيقة لها دولها حسب أغراضها بالمناسبة أي شركة حسب القانون حينما تنشأ لا بد أن تضع لنفسها مجموعة من الأغراض وتسير وفقا لهذه الأغراض واليوم الشركات اليوم خاصة شركات المساهمة نظمت على أن تكون لها جمعية عمومية وهي المرجعية للشركة وهذه الشركات تختار مجلس إدارة الذي يدير الشركة ومجلس الإدارة يستعين بالإدارة التنفيذية وبكل ما تعني الكلمة سواء كانت هذه الإدارة إدارة مالية إدارة رقابية إدارة استثمارية إدارة تمويلية كل هذه الأشياء تنظم الآن وفق القوانين بالإضافة إلى الرقابة الأساسية لهذا وهذا واجب الدولة وأيضا واجب المجتمع واجب الدولة من خلال البنك المركزي أو وزارة الاقتصاد والتجارة وواجب المجتمع من خلال ما يسمى بالسلطة الرابعة وهي سلطة الإعلام المتمثلة بوسائل الإعلام بكل جوانبها فهذه السلطات تستطيع أن تحمي أموال العامة وحقيقة يعني الآن أخطر شيء في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي هو الفساد سأن كان هذا الفساد على مستوى أموال الدولة أو على مستوى أموال الشركات فبالتالي يجب أن نحارب جميعا هذه الأنواع من الفساد حتى نستطيع أن نحقق التنمية الشاملة لأمتنا ولمجتمعنا وهناك سؤال آخر وجيه جدا وهو دور العولمة في تطوير شركاتنا في عالمنا الإسلامي أو بالعكس حقيقة العولمة والعملقة الاقتصادية كانت لها أدوار سيئة بصراحة على عالمنا العربي مع الأسف الشديد لماذا؟ لأننا نحن في العالم العربي والعالم الإسلامي لم تتكون شركاتنا ولم تصبح لها قوة فعالة حتى تستطيع منافسة هذه الشركات الكبرى ففي كثير من الدول الإسلامية مع الأسف الشديد في ظل العولمة والعملقة الاقتصادية شركاتنا الصغيرة انتهت أنا أتذكر كانت هناك شركات جيدة في العراق كانت هناك شركات جيدة في مصر كانت هناك شركات جيدة في سوريا وفي اليمن ومع الأسف الشديد هذه الشركات كلها قد انتهت تماما أو بقيت ضعيفة لأن دول مع الأسف الشديد الحكومات لم تساعد ولم تستطي هذه الشركات أن تنافس العالم الغربي لم يدخل في العولمة والعملقة إلا بعدما أصبح عالما قويا قادرا على السيطرة مختلف يعني الناس يقول طيب ليش دولة أقوية ما يخافون دولة أقوية ما يخافون نحن مستضعفون الشركات في بعض المسر في بعض الشركات في الدول الإسلامية العربية كان لنا إنتاج جيد من القماش مثلا كان لنا إنتاج جيد في بعض السيارات البسيطة لكن لما جاءت هذه الدول رخصت مثلا الأشياء المطلوبة حتى في مجال الغذاء في مجال القمح في مجال الحبوب في السنة الأولى سنة ثانية رخصوا حتى يقضوا على منتجاتنا وحينئذ لما إحنا سقطنا وقمنا لم نستطع بعد ذلك أن نقوم حينئذ هم رفعوا الأسعار وانتهت الآن لذلك أن أتذكر كان هناك الشركات من مئة سنة مئتين سنة خاصة في مصر والعراق وسوريا وأيضا دول أخرى ومغرب وبعض الدول الأخرى كلها أغلبها إما انتهت أو ضعفت لم تستطي أن تقاوم هذه الشركات العملاقة التي تملك المليارات من الدولارات وتستطيع أن تضحي بمئة مليون دولار بسيط جدا جدا بينما شركات الصغيرة لا تستطيع هذه حقيقة مهمة جدا يجب علينا وعلى دولنا أن تنتبه إلى هذه المشكلة وتحمي منتجاتها كل العالم تحمي شركاتها الوطنية ومنتجاتها الوطنية تحميها بكل ما تعني هذه الكلمة إلا مع الأسف الشديد مع عالمنا العربي لا أقول كلهم لكن معظمهم وعالمنا الإسلامي لا أقول كل العالم ولكن معظم الدول مع الأسف الشديد لا تحمي لا هذه الشركات ولا المنتجات هناك سؤال آخر وجيه لماذا الشركات العائلية في الغرب ناجحة ومستمرة مئات السنين بينما شركاتنا العائلية وحتى غير العائلية بصراحة لا تستمروا كثيرا السبب يعود إلى إدة أمور من أهمها الاستقرار الاقتصادي الموجود في الغرب وعدم الاستقرار المطلوب في معظم دولنا الإسلامي الحروب والمشاكل والانقلابات شوف كم انقلاب حدث في عالمنا العربي خلال أقل من خمسين سنة بالإضافة إلى يعني عدم وجود ديمقراطية شورى تحمي حقوق الآخرين وبالإضافة إلى الجانب الفساد بالإضافة إلى مشاركة بعض الفاسدين في بعض الدول لا يسمحون لأي شركة إذا لم يشتركوا فيها ولم يكن لهم نصيف فيها يأخذون خمسين بالمئة مجانا طيب كيف تستطيع الشركة أن تقاوم فهذه الأمور حقيقة الفساد وعدم الاستقرار وعدم وجود أنظمة مستقرة وعدم وجود قوانين تحمي بشكل المطلوب كل ذلك حقيقة سبب في فشل الاقتصادي عندنا وفي نجاح الاقتصادي عندنا بعد هذا العرض الذي أرجو أن يكون نافعا لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لحسن استماعكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يوفق عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي لمزيد من التقدم والاستفادة من هذه الشركات وتطوير الشركات وتطوير الاقتصاد الذي هو حقيقة القيام للمجتمع الذي هو الأمود الفقري للنهوض بالمجتمع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر